انتبهش قل اليوم في انتبهش قل بش نحكيه احنا في موسم الاعراس والافراح على بيان اثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نشرته مجموعة من نساء قبيلة الامتير في الكويت عن تخفيض تكاليف حفلات الافراح وحفلات عقد القيران واللي انظموا له قبيل اخرى كما قبيلتين عوازم وعجمين اللي هبتوا براغات ممثلة كدعم لبيان نساء الامتير وهذا اشنا واجه في البيان حسب قناة بي بي سي عربي مصاريف باهظة يصفها البعض بالبذخ والتبذير ومن هذا المنطلق نشرت مجموعة من النساء لواتي ينتمين لقبيلة الامتير بيانا يعلن فيه عن مبادرة في الكويت تهدف لتقليل حجم النفقات التي عادة ما تتكلفها عن الناسبات الكبيرة في الكويت لكن دعونا نستعرض معكم بعضا من التفاصيل بداية تم إلغاء حفلات الملشة وهي لبن لا يعرف حفلات عقد قيران في الكويت أيضا إلغاء حفلات الاستقبال التي عادة ما تنظم بالأعراس والاكتفاء بإقامة حفل الزواج في يوم الزفاف فقط ثانيا وقف ما يسمى بالدزات الدزة وهي التي يحمل فيها مهر العروس وهدايا أخرى لها ووصفها البيان بالمسألة الدخيلة على الكويت والتي تكلف عادة ما يعادل قيمة زواج كامل ثالثا منع حفلات التخرج من الثانوية العامة وتقول نساء المطير في البيان أن في هذه الحفلات إهدار للمال وإحراج الناس بتصوير الهدايا الذي يعتبر نوع من أنواع التسول غير اللائق رابعا وقف تقديم الورد والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود أي فائدة أو منفعة من الورد والكيك في تلك المناسبات بحسب البيان لاحظنا مظاهر الترف والبذخ في احتفال في هذه المناسبات في كل مناسبة فرح نتيجة الحرص على توثيقه في السوشال ميديا يوجب على أن يكون المحتفى به وأسرته تكون وفقا للأحدث والأجمل والأغرب دون الالتفاف لتكاليفها الباهظة ناهيك عن الاستقلال من قبل منفذين هذه المظاهر فكان هذا البيان بمثابة جرس تنبيه لكل عاقل في هذه الأسر إلى الحرص بالاحتفال بالمناسبات الاجتماعية أيًا كانت والاهتمام بتفاصيلها ولحظاتها لا بمظاهرها المكلفة البيان هذا كما قلنا أثار جدال كبير على مواقع تواصل اجتماعي وبين الموافق والدعم خاصة مع ارتفاع تكاليف الزواج وعزوف الشباب والشبيت وبين الرافض واللي قالوا أنه هذي عادات وتقاليد لازم نلتزم بها والفرحة مرة في العمر على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات بشأن تلك المبادرة النسوية الكويتية ومناصر الفكرة ممتازة وضرورة تنفيذها من جميع نساء قبائل الكويت لأنها إسراف على أهل العروس وأهل المعرس عادات دخيلة على مجتمعنا ولا يزيد مجتمعنا إلا تفككا لأنها تعتبر ديون على العوائل في المناسبات أما ظافر بالشيبان صوت رجالي هنا في هذه القصة بيان ليس له فائدة أبدا مجرد حكي الحياة حلوة والعياد فيها احتفالات تعطي انطباعات جميلة للتوضيح ليالي العمر ما تجي دايما وبس ما قولوش أن الحكاية مرتبطة بالمجتمعات العربية فقط في الصين زيدة لينقص فيها برشة الإقبال على الزواج وبالتالي زيدة نقصت لنسبة الإنجاب وتراجعت برشة والشيء اللي أدى إلى نقص عدد السوكين وانتشرت في الفترة الأخيرة أسليب جديدة لتزويج الشباب كما التطبيقات الإلكترونية والشركات تنظم جلسات تجتمع فيها أهل المتراشحين للزواج للتعارف بين العائلات وتسهيل مهمة اختيار شرك الحياة حفل زواج تقليدين مثل هذا الذي نظم في معبد صار نادرا في مجتمع ياباني يتسم بالعزوف عن الزواج لذلك تدعو الحكومة الشباب للزواج والإنجاب فتعددت طرق الترويج للزواج وتدخل الأولياء في تزويج أبنائهم وظهرت شركات لهذا الغرض في أوسكا تنظم حفلات تعارف غير مألوفة بهدف الزواج لكنها للأولياء صور وبيانات الشباب وفتيات مقبلين على الزواج يتباهى بهذا وهم ملفات تتضمن معلومات شخصية كالعمور والهواية والعمل والصفات المرغوبة في شريك الحياة بش نسمة وأم وأب يحكيوا على تجربتهم في البحث لعروس لأبنائهم والأسباب اللي خليتهم يلتجوا لطرق جديدة لعل وعصي يلقوا عروس أو عروس مناسبة عمر ولدنا لا يتجاوز الثلاثين لكنه يساول عملا منذ خمس سنوات ولا يوجد فيه إناث ونشارك اليوم للمرة الثانية كي نحاول مساعدته في إيجاد عروس مناسبة ولدي تجاوز السابعة والأربعين وأتمنى أن يستقر فلديه وظيفة محترمة ودخل ثابت وهو إنسان جيد الوضع في تونس ما يبعدش برشة على الكويت واليابان والصين وإن فما عزوف كبير على الزواج في تونس خاصة مع غالاء المعيشة وتكاليف الزواج والعادات والتقاليد ومصاريفها المشحفة على غير إنه شابة تونسية اليوم وليت تحب تقرأ تخدم توث بالذيتها بعد خامف العرس كيفها كيف الشاب تونسي اللي حب يلقى خدمة يتمتع بشبابه كما قوله وبعد شوف يخامم في العرس وقال ليه غير الأسباب اللي نجموا مؤهلين يحكيون عليها كما علماء النفس والاجتماع أعطيك صحة أميمة وهذا يظهر لسيجات وجوغ دكتواليتي تحس روحي في فرام مع أمينة بالدواء حتنا فرام بالرصم أجيب لنا سانيم ليه أمينة رايو اليوم الصباح في الحكاية كيفيش يقول سانيم حسنا؟ كيفيش أطلع عطل سانيم شوف أمينة الظهر هذي أمونتشنا اليوم أعفات الكويت مثلا نعرف بأنه التكاليف الزواج في الخليج مثلا في الدول البترولية معناه اللي عندها الفلوس للناس الزي فيها نجم ونفهم اليوم أن التكاليف هذه نجم تكون غالية وغالية برشا ما زلتك معناه مسألة الزواج يجب أن يكون تقليدي ويجب أن يكون سبع أيام وسبع ليل وسبع أيام زيدين ما زلنا مالو غزمون لم نتخلص من هذا الإرث اللي هو جميل في حكا فولكلوريا ولكن يفقل معناها كاهل الصغار وخاصة أنه الدنيا صعبة نحكيه وعلى الخليج اللي هم اليوم حتى الدول الزي عندهم مشاكل الصين جابون مثلا مجتمع عن اليابان يمكن اليوم الزواج كإنستيطيسون ولا يكلف برشا بالرغم من أنه حاجة ضرورية جدا خطر هو الزواج الساعة قبل من نشوفوه علاقة بينزوز أفراد وإلى كنواة منتع الأسرة هي مؤسسة اجتماعية مؤسسة اللي في كل المجتمعات تقريبا نحن مش كان عنا أحنا كمجتمعات شرقية والعربية إسلامية في كل المجتمعات هي تعطي صورة على الوضع الاجتماعي أو المستوى الاجتماعي للعائلة مش كان العائلة صغيرة العائلة الكبيرة ديك عليش يعطيوها القاوق هذية كل هي فرصة باش يبينوا إنه العائلة عندها مكانتها الاجتماعية وعندها الناس اللي يجيوا والناس اللي يجيوا إذا ميروحوا فرحانين إذا أنك تتخلق هيك السيري متاع المظاهر وكل حد يحب يزيد على الآخر إيه بيصور إحنا في مجتمع إنه المنافسة على مستوى الظهور أو التمظهر الاجتماعي تقوى شي اللي يخلي إنه تولي ناس تستبطن إنه راوك بش تعمل عرص بالساكتة مثلا فضيحة شو معنا طبعا شو ما إحنا مقارنة بجيرانا ودر عمتك ودر خالتك ودر منعشكون وفلانة شفت العرص اللي عملته أنا بش نعمل الأقل مين هي بيصور زد على الحرق عقدة إجزاكت ما دونك هذي عقد الأمور بقى إنه من المفروض إنه اليوم في المجتمعات العصرية للموديرنيتي هو إنه العودة للأصل الأصل شو ما هو هو إنه قصة حب تتوج بالزواج ناس تبني عائلة أهم حاجة في الموضوع هذي هو إنه الزوز أشخاص هذكم يكونوا هما اللي فرحانين مش ناس لغري ناس لغري يجيوا من بعد هو الكوبلة ذاك ذاك عليش رأوا زادا إضافة الكريم اللي كانت تحكي فيه ومي في المجتمع التونسي فما الناس رأوا يعرسوا يمشيوا البلدية يصحوا كلوريقة يعملوا عشاء للعائلة المصغرة والأصدقاء ويعيشوا فرحانين وأحيانا أكثر من الناس اللي يصرفوا ميات الملايين وبعد يعرسوا في جوا وفي سبتمبر يمشيوا للمحكمة عارفتها كيفيش هي في الصيف كيفيش عارفت المثال في قصر العدية حاجة هكي فصيف الصالة ولا فشتي في قصر العدية هو اليوم فما برش هالمظاهر كما قلت أنت أهم حاجة هي السعادة أهم حاجة هو الفرحة وحتى ربي قال وجعل بينكم مودة ورحمة يعني المودة والرحمة للتخلق داخل مؤسسة الزواج بين المرأة والراجل وبين الراجل والمرأة هو اللي به الفايدة اليوم يمكن العائلات وكل عائلة تحب مثلا 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 قولوا بنت خلتوا ميمة مثلا عم جيمة عروسا إن شاء الله جلوك عملت حنا سنة أمها تقول أمها تقول نعم الحنتين واضح ولا أعرفتك هذه فرق ثلاثة مئة حلول أخر دي تصو أربعة أولا خمسة نوائعة زكتمو سيسألوا بخبلي يخلي الدنيا أغالية معناها ولكن في المقابل ماذا بينا اليوم إنه رجال الدين يلعبوا دور بين نذكر مليح كان ذكر رئيات في بداية الألفينيات يظهر لي والإخنيهات التسعينات وقتها الشيخ زيد علي رحمة الله القبل مؤسس للإمارات العربية المتحدة جاب مجموعة من الشيوخ وأفتيوا بأنه تعرف المهر غديكة والعشير في الإمارات اللي هما عندهم حاجة مقدسة المهر فعملوا فتوى إنه كتاب قرآن كتاب الله فلنش مأغلب من كتاب الله ينش يكون هو المهر للفتاة ووليت هذه أعادة حميدة خذيها عدة ناس خاصة الناس المتدينين علش لي اليوم أنه حتى من روح الدين من روح التشريع إنك تسهل على عباد اليوم ما عاد شكل مهر باك الحسبة وما عادش فما كيما يقولوا في تونس يبدأ معنا ما يوصلوا لأرسلما يعني بيوم عديو 3-40 معارسين معنا مخطوبين ما يوصلوا لأرسلما هاك كل مرة موسم هاي هدية هاي سيديها ونقدها ودرشنية وكذي إلى ما آخر ذلك اليوم يفو غوبونسي بتات خلعاته التقاليد اللي ساعات تبدو بالية ساعات تبدو مزيانة اليوم كل واحد كل إنسان يعرف حشتو السورتو إنه تعمل مشاكل مبهد في الحياة الزوجية خلفتاو دو جون اليوم في تونس بشي عارسوا حتى يبدو زوز موظفين يأخذوا كريدي بشي عارسوا بشي عملوا هاك البارج ذلك كل مبعد ينطلقوا في حياتهم هاك الانديكاب بتاع هاك الالقصاصات بتاع الشيء اللي يخلي حياتهم أصعب من إنه لو عارسوا سامباتيك ويعيشوا مرتاحين والتأثير على حياتهم اليومي يكون أقل برشة أقل برشة انتي معا انو مرياج يكون سامباتيك وإلا كيف قال ييدو سامب لكي وإلا مرياج تقديسونيلا نجم تعمل شوية هاك وشوية هاك مثلا اللي لا تعمل فيه حاجة تقديسونيلا تحبوه تعملوهم انتم الكل والعار يبشي عملوا يعارسوا فيه يعملوا ريسيبشيون يكتبوز ديق ويروحوا على الرويح حماتا سهلة جميل اخدينا الفكر على عارس أمام العام صحيط